هذا السؤال فعليا فكرة شوي يعني قريبة من هذا السؤال بس أنا فكرة رح نحتاج information أكتر نخزنها بهذا السؤال فرح يضلق لكم هذا السؤال وهذا السؤال خلينا نحكي عنه بس ممكن ما نكتبش الحل طبا بس نحكي عن الفكرة فراح أبعث لكم اللينك وراح ترككم تفكروا فيه شوي لأنه فعليا معنوات طعم في حد حكي لي حال لعب لشوي ترجع تحكي ليها عشان نتناقش فيه شوي اه تمام انه لكل subarray بدنا نخزن حالتين انه الماكسوم اذا بدنا بـ plus sign والماكسوم اذا بدنا بـ minus sign وبرضو بدنا نتحييف انه هل عدد الـ elements even او odd عشان نعرف اللي بعده رح يكون بـ plus و minus طعم هسا احنا رح نخزن الماكس اذا بدنا بـ plus sign او بـ minus sign تمام هسفلين اذا احنا odd نقدر نعتبر انه احنا نبلشين بـ minus او انه مثلا لو انه نعتبر انه هاي الـ انه انا عندي two subarrays تمام نقدر نعتبر انه هاي الـ subarray دائما ببلش بموجب تمام وهاي الـ subarray لو بدي احطها عيسار هاي اذا انه كانت هاي even تمام معناها انها هاي رح ابلش في بـ plus اذا انه كانت او انا اذا انه كانت هاي even رح تكون ايه زائد بي او هاي رح ابلشها في ماينس اذا انه كانت هاي ايفن تمام واذا انه كانت هاي اود انا هاي ايش رح ابلشها رح ابلشها ببلس تمام فاحنا منقدر ان نعتبر هيك احنا كيف كانت هنا السؤال اذا اني غلطون احكوا اوكي بتبلش بماينس هي انا عكست الدنيا علىها لا هي اي بي ون ايه سؤال ايه سؤال انه ابلش ببلس اه هو ببلش ببلس امراس كان اصلي اول لسان بين الارقام المهم الفكرة اوين الفكرة انه انا لو عندي 2 subarrays بتعملهم merge لو انه هاي حجمها even خلينا نحكي تمام ايه وبين اني عملها merge مع واحدة بغض النظر ايش حجمها تمام ايش هي رح تبلش رح تبلش ببلس صح اذا انه هاي even اذا ان انا رح اخر من هون اشي even انا رح ابلشها ببلس اما اذا اني رح اخر من هون اشي odd انا هون رح ابلشها في minus لان انا عندي المعادلات كيف بتكون a-p zc-d يعني بظلني اعكس المهم فانا عشان اطلع هاد الاشي رح احتاج اكمي value بدي اخزنهم عندي رح احتاج خليني اني حكي انه بدي احتاج انه لسبري الوحدة بدي اخزن احسن او احسن sub sequence فيها اه حجمه even و احسن sub sequence فيها حجم odd عسل ليش رح احتاج even عشان مثلا اجرب اللي احط اللي بعدها جميع ليش رح احتاج odd عشان اجرب احط اللي بعدها الطريح تمام هاي شغلة او شغلة ثانية انا رح احتاج من هون ايش رح احتاج لكل even رح احتاج اخزن عندي minimum سعلي رح احتاج عندي اخزن minimum رح احتاج اخزن maximum و هاي نفسي ايش رح احتاج اخزن minimum رح احتاج اخزن maximum لان انا مثلا لو انا عندي واحدة even بدي ابلش فيها تمام او خليني افكر ثواني او خليني افكر ثواني او او انا عندي واحدة اوكي لو انا عندي اللي بعد بدي او احكينا ان احنا لو بنا نبلش واحدة في odd انا رح احط بعدها طريح صح لو انا بدي اطلع الماكسيمم تمام انا المفروض الاشي اللي اطرحه يكون as minimum as possible مش as maximum فعشان هيك انا بعمل اترك للاشياء المنمم صح فانا لو بدي اطلع الماكسيمم مثلا خلينا نحكي odd تمام انا رح اطرح odd رح احشي منها even بس ايش ال even اللي رح احشي له منها رح احشي منها even بس ايش الماكس even او لا سري لو بدي اطلع الماكسيمم odd رح احشي ال minimum even تمام ليش عشان هاي يضل حجمها يضل حجمها odd ويكون فعليا ان شاي منها يكون حجمها اكبر اشي ممكن تمام وصلت الفكرة تمام في مثال تعيدها شوي تمام اذا انه بس سؤال ستي اذا انه على نفس الاشيه اذا ماكس odd تمام بدنا ناخد ال odd ما ينس ال minimum even طب ليش انا ليش لازم ااخد ال minimum even اصلا ما اخلي ال odd لحالها اصلا اه ثماني ثماني اصلا اوكي لانه المنمم اوكي لانه المنمم even ايش رح تكون هي فعليا هي بتكون صفر هي بتكون اكبر مستحية تكون سالب تمام او لا سري هي بتكون صفر هي بتكون اقل من صفر تمام يعني اقل او بتسوي صفر فالفكرة اذا انها كانت سالب وانا ضفت وطرحت منها اصلا فانا فعليا الجواب عندي رح يزيد واذا اني شلتها وهي صفر فالجواب عندي مش رح يتأثر لانا لو فهمت اه اه خلاص تمام لانه انا فعليا انا لو مثلا بدي اعمل انشلاس لليف الليف ال even فيها رح تكون صفر لانه الليف عبارة عن element واحد اللي هو odd حجمها فالليف رح تنعمل ال even فيها انشلاس صفر و ال minimum لال even مش رح يقل عن الصفر غير اذا انه صار سالب و slot فهاي الحركة يا بتخلي الجواب زي مهو يا بتزيده بس احنا لو عملنا track خلينا نعيد من اول احنا هسا لو بدنا نعمل merge to subarrays ايش عنا حالات انه هاي تكون odd او even وهاي تكون odd او even هسا في عندي اكم حالة هسا لو انا بدي اطلع احسن سب اري حجمها even تمام ايش رح تكون رح تكون ممكن اجمع odd زائد odd ممكن اجمع even زائد even صح؟ فان رح اجيب الماكسمم من هون و اضيف عليه الماكس من هون او اني اجيب الماكس odd من هون و اضيف عليه الماكس odd من هون تمام بس انا لو مثلا بدي اطلع احسن odd هون بتبدلت المشكلة احسن odd انا ايش الاشي اللي رح اسويه ايه ممكن اجمع even زائد odd هاي شغلة او لا ثواني انا عجيب اكتب تاني اوكي انسوا اخر ثلاثين ثانية حكر هون انا لا خلينا نحكي انه كل node اوكي اندي اربعة values minimum even عندي ماكس even وعندي minimum odd وعندي ماكس odd لش لاح احتاج هدول الـ values كلهم هسا نحكي هسا احنا الجواب عندنا بالاخر يبطلع الرائي حجمها even يبطلع الرائي حجمها odd فالجواب عندي راح يطلع واحد من هدول الانتين صح؟ بس أنا عشان أطلع هدول التنتين صح راح أحتاج هاي الفاليو راح أحتاج هاي الفاليو ليش؟ أنا هسا لو بدأ أطلع الماكس إيفن بين 2 subarrays الإيفن انتفقنا إنه لو أنا عندي هون واحدة إيفن ودأ أضيف عليها واحدة إيفن راح يكون بينهم جميع صح؟ فأنا الإيفن راح يكون عندي الماكس بين 2 values أو الماكس إيفن راح يكون الماكس بين 2 values يا إنه أنا أجيب شو اسمه؟ الماكس إيفن من اليسار زائد الماكس إيفن من اليسار زائد الماكس إيفن من اليمين فهاي راح تطلع صح؟ أو إني أجيب الحالة الثانية إيش هي الحالة الثانية؟ إني أجيب الماكس أود من اليسار بس هسا الأود لما يكون في عندي أود ويكون في بعدها كما تسبق الري أنا الأود راح يكون في بعدها طرح صح؟ مش راح يكون في بعدها جميع فالماكس أود من اليسار راح شي منها إيشي هسه منطق اني اشي منها اكبر اشي لأ احسن اشي اشيله منها اللي هو اصغر اشي وعشان هيك انا ببلش احتاج الاشياء المن فانا هون رح اشي منها المن اود تمام فهيك انا بطلع عندي الماكس ايفن تمام لهسه واصل فكرة ليش انا احتاجت الود هون ليش احتاجت المنم هون في مجال تنشرح الفكرة على تست كيس اوك تمام ماكس اود او خليaré نخلي ها خليني نحكي انه هون سب اريع عند حجمها 400 وأربعة حجمها 8 تمام وعندي هون سب اريع فيها ارقام خليني نحكي انه الثلات وسالب 5 هيك طيب هاي أحسن إشي فيها ستة هون أحسن إشي فيها ثلاث أوكي هسه هون أحسن إشي من اليسار مش ستة لازم هاي مش من السبري هاي بس كنت حط حجمها أوكي فاهم عليك قصدي 2 و 4 ومحن لازم ينطرح أوكي لازم نطرحه الجمع صح 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 أوكي خلي نحكي إنه 2 و 4 فهيك صار أحسن إش عندي ستة وهونا خلي نحكي إنه أحسن إش عندي خليها هاي خمسة فأحسن عندي أحسن إشي صار عندي ثلاث أو لأ خمسة إيهي الخمسة لحالها بأخذ الخمسة لحالها حسنا نطلع هسا هون أنا أحسن إشي إيفين عندي إياه ستة وهون أحسن إشي قد عندي إياه خمسة أنا هسا لو بدي أطلع أحسن إشي إيفين بين هذور التنتين تمام؟ أيش عندي حالات؟ ممكن أخذ 2 سالب أربعة زائد ثلاث ناقص خمسة ممكن أخذ 2 سالب أربعة زائد خمسة وكل الحالات هذور سالب سالب أربعة آه؟ سالب سالب أربعة آه صح 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 لماذا أحسن إشي قد عندي هذه السؤال؟ طيب المهم الفكرة بغلد النظر أنه كل الحالات اللي عندنا هون نحن الفكرة أنه أنا هسا عندي هون لنت تبعها إيفين لابدي أطلع أحسن إيفين بينهم لتنين هذول أنا راح أجيب الماكس إيفين من اليسار اللي هو ستة تمام؟ وراح أزيد عليه من هون صح؟ هسا هون إش أحسن إيفين عندي إياه أنا؟ ممكن أحكي ثلاث ناقص خمسة وممكن أحكي سفر أنه أحسن؟ السفر صح؟ مزوض نحن ستصفي عندي ستة زائد سفر أول حالة الثانية اللي هي عندي أن أجيب أحسن أود عندي هون أحسن أود عندي هون أنا كم؟ اثنين وممكن أشي منه أسوأ أود هون اللي هو هون طلعت إيش؟ أسوأ أود هون اللي هو آمممم ثلاث يس أو ثواني المشكلة لم أحضرتش من إحنا هاد السؤال فعجكت الدنيا فيه أسوأ أد بهادي الجهة اللي هو ثلاث المفروض أوكي تمام لو أنا شيلت من هنا ثلاث فرح يطلع الماكسيمب من السيتة والثلاث ورح تتخز عندي ثلاث بس بغض النظر أقول حسن لو بدنا نجيب الماكسيمبicles تمام بدي أجيب أحسن belle مش أحسن писن ولأ ثواني 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 أوكي بدي أطلع الماكسيمة بدي أطلع أحسن إيفن هون تمام أحسن إيفن هون عندي أني أجيب أحسن eben من هون وأجم عليه أحسن even من هون أحسن even من هون طني عندي ستة صفر وجمعتله بس في حالة تانية لأحسن أحد ள لهي أني أجيب إSam اشتركوا في القناة احسن جواب كم؟ 12 هاي الفكرة عشان هيك انا عملتي ترك للاشياء المنمم وصلت اوكي منطبي انا صفت كل النود عندي هدول فيها الاربعة values ليش؟ فعليا الجواب عندي راح يطلع واحد من هدول التو values اللي هم الماكس والماكس بس انا عشان اطلع على الماكس صح راح احتاج عندي الاشياء المنمم لان انا فعليا ممكن يكون احسن لاني اطرح اشي منمم ولا اني اضيف اشي ماكسيما تمام؟ اوه 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 الكود راح يطلع بغض النظر هاي كلها test cases المين و وهان الupdate واضح كيف تجيني العمل بس الفكرة صفت انه النود عندي بالسيجمت التري زي هيك انا في عندي even min even max odd min و odd max كلهم بنعملهم انش لايزة بصفرة بالاول odd min و odd max ماكس راح يكونوا بالاول اكس و even min و even max راح يكونوا بالاول صفر اه ليش هدول الصفر لانه فعليا انا الاكس عندي ايها مش مش even عندي رقم واحد بس فنعملنا اجراز لل odd وهدول الفنكشنز اللي حكينا عنهم قبل شوي خلينا نحكي عن كل واحد منهم ندفع اول اشي even max ال even max حكينا انه في عندنا حالتين يا انه اجيب ال even من اليسار وال even من اليمين احسن ايشي اضيفهم على بعض او اني اجيب ال odd من اليسار اه احسن odd من اليسار و اشين منه اسوأ odd من اليمين فانا هاي عندي ايها بتحسن الجواب ايها بتزيده بس تمام لما نعملها ماكس مع هاي تمام هسا ال even minimum عندي حالتين يا اني اجيب ال minimum من هون وبضيف عليه minimum من هون ايه طبعا even even او اني اجيب ال odd من اليسار و اطرح منه الماكس ليش طرحت الماكس لانه الماكس رح يكون ايش موجب رح يكون ايش كبير ولما اطرح منه رح يصير ايش سالب فانه انا رح انقص الجواب اكيد تمام و نفس الاشي بالنسبة لل odd هسا ال odd انا كيف رح يطلعين دي odd و لازم يكون في جهة even و جهة odd و مش رح يكون في الجهته و هون نفس ايش طبعا انه عشان يطلع عندي even الجهتين لازم يكونوا نفس ايشي يعني انا بتعامل مع odd odd او even 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 odd odd هسا ال odd انا رح اتعمل مع جهة even و جهة odd اذا اني اختت هاي الجهة even فانا لازم يكون عندي جهة هون جمع فجماعة ال even زائد�� fehlt هون طلعت hade odd max او عندي الحالة التانية انه اجيب الماكسيمم من الأود من الجهة اليسار وأطرح منها أسوأ من الجهة اليمين تمام والأود مينمم كيف بيطلع أن أجيب المينمم من هون والمينمم من هون أجمعهم مع بعض أو أنه أجيب المينمم من هون أطرح منه الماكسيمم من اليمين فبتطلع النوت زي هيك بالآخر وسط الفكرة السؤال شوي عاجقة لازم الواحد يصمم بالمعادلات هدول أكثر فجربنا مثل الحال هاد بلاش أطلعها بتلي شي وطبعا الجواب بطلع بالآخر الماكس بين الـ Even Max والـ Odd Max يعني هون كنا نجيب الجواب الماكسيم بين التين تين هدول يعني بكل سبق عليه نعتبر أنه بعديم من هون أنه أول إشارة فيه بلس أول إشارة وآه بيطل آه يس طمم نحن نعتبر أنه كل إشي ببلش ببلس بس لما نيجي نعمع الميرش بنسير نعتبر زيكي أنه لو أنه أنا بلشت باليسار على اليسار بإشي أود وحطيت بعده إشي معناها أنه أعتبر أن الإشي اليسار ببلش بـ بـ الإشي اليمي ببلش بـ تمام؟ آه تمام تمام آم يه بس هيك الحال آم هيك أتوقع يعني هدول الأسئلة اللي كنت ناوي يعني حتى هاد مكنتش ناوي أن أشرح كنت مفكرة أن مش رح يضل وقت أستلع فيه وقت آم فهاد بالنسبة لأول فكرة رح نحن نحكي عنها اليوم اللي هي لنخلز الإكسترا بالنور تابعة السيجماتي جي